اشتركوا في القناة هتقولي ايه بعد لكن اللي بعد لكن ما يتقالش يا ليلة انا اصلا مش من هنا احنا يدوب بقالنا سنة هنا جينا لما مشي لدخل الجامعة قلنا هون بقى جنبه وهو يبقى اسمه تغيير الحضرتك من فين انا اسكندراني قبل عن جد شوفي يا ليلة الاسكندر الاكبر لما جاي ابني اسكندرية المهندسين بتوعوا قالولوا نبنيها منين لفين البحر واسع ملا كافوا بدقيق شعير ورماع على الارض رسم لهم شكل المدينة تبقى ايه فجأة جا طير وحط على الشعير يأكلوا طير يامع الناس ما عارفتش الطير ده جا منين ولا ليه انما اللي عرفوه ساعتها كل الناس ان البلد دي هتفضل بلد خير وجود وأباد انا عيشت في كل حتة فيه وصاحبت كل الناس الصيادين وغزال الشبك المشايخ وابو أحمدان البحارة والعساكر لفت كل شوارعها وحواريها من المرشب والعباس لقلقة قايد باي لكرموز للسيالة كل حتة انا حفضت وشوش كل الناس في اسكندرانية وكنت بعرف أقراها كويس انما لما جيت هنا يا بنتي قلبي قبط الناس وشوشها متبدلة مش شبه الاسكندرانية اللي أنا عرفهم ضحكة وهفشة نكتب بدلوا بتكشيرة وديقة واخناقات لأدفع الأسباب الحض بقى كره بقى شوك اللما فرطت خلاص يا لي هتسأليني تحزين على اللي حصل انهي عنيني فقادت مرعوتي وابني علش ومن الوقت يا بنتي في الملكوت مع المسيح ذلك أفضل جدا لكن احنا اللي عايشين على الأرض أكيد ده مش الأفضل بالنسبة لنا صوت البناشو أم شخص شخص ههه نقطلو الآن إما نشوف بقى فعم إي ده ممممممممممممممممممم بسم الله الله ذك لتعمه فرونة اللي يعني أكيد فراغ فراغ أيه هي الصرون لي اللي هتخاف في سولة إن شاء الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شهاتر يا سولي شهاتر يلا نيجهاز بقى عايزك تكلفت نفسك كويس عشان مفيش أي نقطة هوى تغشينك من أي حده أيوة جاهز؟ جاهز ننطلق يلا بي يلا تير تير ياشرير على ظنيت الحواطيد والأحلام ها قل لباسي عايزنا حكيلك عن ايه حكيلي عن بابا يا جدو الي اي حبيب عايزنا أحكيلك عن بابا ما هو بابا لما يجي هيحكيلك اللي هو عايزه ونا شوف بابا تعيني جدو طبعا يا حبيبي طبعا هتشوفه و هتقعد معاه و تتكلم معاه زي ما انت بتتكلم معاه دلوقتي بالضبط انا حسن ان احنا مش هشوف بابا تاني زي ما ماما حسن معيها مش هنرجع نعيش مع بعطي تاني سوي لا يا سوري لا بتقولش كده بابا حبيبي بيحبك واليوم كدي بيت عمك لا ماما كمان كم بتحباني اه ماليش اصلا ماما كان عندها ظروف ما قدرتش لكن بابا بابا جمال راجل وخوي عارفه ملسك الظروف دي ولا ايه انت فكر نفسك ايه عارفت تبعديني عن سوري حبيبي ايه ابني وروح ملديها سيفياد عارف سيفياد اه كده ايوه سيفياد كده اللي انت تعلمته في النادي ده وروح مكسرها حتت ولا لا انا اليوم كنا استغنى عن سوري حبيبي وردي ورنفولي اوه هل أنت بسفر بقاط يا بابي؟ قوي حبيبي هسفر يومين عند شواله هارجع على طول شهرنا التفاعل أنا أي سفرية تروحها تخدني معك أنا أعمل لك إيه؟ أنت لكل شوية تاعي أنا خفيت أهوية بابي لا ما خفيتش لما تطلع بالمستشفى تبقى خفيت وأخدك في الحتة اللي أنت عايزة بعد كده بابي ممكن نقول لك هالحاجة؟ قولي حبيبي أنا عايش على شانك إيه وعد سبني الواحد موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 صباح اشتركوا في القناة 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 بغاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خامس؟ دايماً بشوف إن ما عديش كلام كتير أقوله عن نفسي حاس أنا في حيطة بعيدة لوحدي عامل زي الصار طاير في السماء ولاي الأول لما يقرب من الأرض ليه لحيقرب من حد؟ ولا يدي فرصة لحد يقرب منه عشان كده لما كان حد يسألني زي ما أنا صغير نفسك تطلع إيه؟ كل مرة رد بالجابة مختلفة مرة طيار مرة بحار مرة ما تصلي الجبال كنت دايماً مغير اهتماماتي بس الهدف كان واحد إن أفضل بعيد لوحدي عشان كده ما بحبش أتكلم كتير عن نفسي عشان الكلام اللي أقوله النهاردة ممكن يغير تانيهم محتى أفضل كده لحد أم لحد ما حاجة جديدة تحسن تغير حياتي بصراحة مستغربة كلامك أبا ليه؟ لأنه دايماً اللي عايزين يبقوا لحدهم زي ما بتقولون يبقى في حاجة جواهم بيهربوا منها بالعكس اللي بيروحوا بس الناس والزحن وهم اللي بيهربوا بيحاولوا يشغلوا روحهم وينسوها عشان لو قعدوا بحدهم الخوف بقتلهم مولتا ما بتخافش اللي قابل عيني حال ودي عمرو بيخافها بنا كلمت كتير قوي النهار ده أبعد كن صدعتك بسرعة صدعتيني بس الصدع حلو زي سحبتهم وبعدين بقى في الكلام ده هي دي طريقة كلامي عايز أنا أغيرها أغيرها بس أغير الحاجة أحلى من كده كمان هو فيها حاجة أحلى من كده كمان؟ أكيد فيها أحلى نتعشى مع بعض النهار ده نتعشى مع بعض دعنا تعريبت له if I tell you إن الإنранية كمانة لايلى مش هغلق فيه؟ كلامك بيقول ان مش ده بس اللي حصل ما بينك ولايلى اكيد يا رب انا كنت حاسة طول الوقت هو بيكلمني انو مش ببصلي ببص جواي عايز يوصل لروحي وقرب منها وفجأة كده فيختفي زي كل حاجة حلوة بتختفي من حياتي في لحظة على قد ما نفسي اعرف على قد ما انا مستغربكي قوي انتي ولا مرة في حياتي جيبتلي سيرته انا جعل ايه وقت كنت بخافة جيب سيرته بيني وبين نفسي عشان متكننش احنا مش اخوات يا ليلى طب لو ما حكيت ليش انا كان ممكن تحكي لمن بعدين يا رب بعدين احكي لك كل حاجة ووقتها هتعذريني ان عمري ما حكيتلك اوكي ما اسيبك فراحتك لما تحب تحكي انا موجودة يلا ارهامش عشان متاخرار ايه ده شفتي؟ اه اتكلمه او يلا بار اه هكلمك اول ما اوصل خلي بالك من نفسك اوكي اه ما حصل؟ مش أنا يا جمال مش أنا تتظن فيها كده برضو وبالعزمي مصمم إنه يتخلص مني ماشي أصبر لغاية ما نفع منه بيحصل اللي بيحصل ده ما كانش مفوضي أحصل وقتلك قبل كده بس طالما هو مصر يبقى هو كده انتهى بالنسبالي خلاص يعني إيه؟ يعني لازم يعرف إنه هو مش محمي أنا عارف أتصرف معه إزاي علي بلاش تفكر كده أرجوك يا علي احنا تعلمنا لما خصمك أوجيه لك دربة لازم تقضى هلو حتى لو أعتذر عشان أفكرش أعملها معاك تاني أنا سألتك قبل كده أنت مأمن نفسك أعمل من نفسي طالما الموضعون سلبينة لكده لازم يعرف إنه ما هي حاجة كتير أهم كده إزاي تمام تمام يا جمال كده أنا تطمنت إنه غصبا عنه حيالة حيطلعك من هنا لا لا لو قاعده مش كفاية لازم يخاف بس ألو مغلق ماجد آه لقيتها بس الكيلة بتاعتها مش واضحة أيوي مفيش اي سايد تاني على اي فيها اه اوكي شبكة المسيح الحر اوكي كل سونطة طايلة نونطة طايلة طب سانية واحدة سانية واحدة بقولك ايه ينفع تبعتني اللينكات على فيسبوك ليس م neighbourhood اوكي تاني الكو مين بعيد باي موسيح كيف تبر موسيح كيف حادث بموسيح نحنا كنا راح ند ب dairy checklist هل تفهم هذا؟ أنا من وقتها مش قادرة أقوم، مش قادرة أكل، مش قادرة أعمل ولا أي شغلة وأنا مش قادرة أعمل أي حاجة في حياتي لغاية ما تجيب حق أمي وأخوي والله؟ يعني بعمرك ما رح تعمل شي تعرف ليه؟ لأنه نحن أصلاً عايشين ببلد ما في حقوق عشان تعرف ترجعه أهلاً، لو أنت يا حزاة سافري، سافري أنت أنا مش مسافر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى كله تمام يا كوميبي زي ما سيادتك أمرته أكتر أيوة، والمأمور اطراضك لو إيه على حساب نوح آه حاب يعمل نزيه فقلت سيبه يلبس هتشراب إيسا يا تكافاند يا سلام ساعدتك هو كان يحلم يشتغل معنا تمام يا فنم معالف السلام سلام يا فنم ست الكل يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بنور المكتب يا ست هانم سامحين يا فنم مكالمة مهمة أهم مني يا بدير وفي أهم من ساعتك عندي ده حضرتك أهم حد عندي في المكتب وقمرين يا هانم طبعا مش محتاج أقول لك الميزيارتي ليك هنا وكلامنا اللي هيتقال ما بين فريال وبدير وبس يعني كومي لو عارف أن أنا جيت لك هنا هيزعل منك أكتر من أنا هزعل وبعدين هيقول أنت بيتطلع أسرار زباينه بره حتى لو أسرار اللي امراضه عيب يا ست الكل كلام ده بيتقالش للدير المحامي وأحنا معرفة مبارح ده احنا من زمان قوي ولا نسيدي ما نسيتش بس برضو عايز أفكرك أن زمان غير النهاردة لا تكون أنت اللي نسيت أهه أموريني عايز أراجع سليم ابني أظن أن الحضانة من حقي ولا إيه أه من حقيك بس اللي أنا فاهمه أنك سايباب مزاجك بالتراضي يعني بالتراضي أم وأنا مسرة على رأي أنا مسافرة أنا و سليم ابني يا بلا يا سليم حضر شانتاتك يا بلا يا سليم حضر شانتاتك هلقوا فينا متكلمة أنا قلت ما فيش صفر تاني يعني ما فيش صفر أنا مش قادرة أفهمك بصراحة ليه مش عايزنا نعيش زي الناس الطبيعية ما هي عايشة ليه مصر إن أنت تعيشنا في المزبالة دي وبعدين يا إحيا ما أنت مش عارف تعمل لنا اللي إحنا عايزينه بسيبنا نجرب ولا أنت بقى لا بترحم ولا بتخلي رحفة ربنا تنزل الموضوع ده تقفل خلاص مش عايز أسمع فيه كلم تاني أنت عارف أن انت بتموتني من الضحك وانت بتتكلم ميري أتكلم عادر زي الناس الطبيعية ميري يا بنتا لو عملتك ميري مش هتلاقي روحك لا ما أنا عارفها عشان كده رفضوك دي آخر مرة أسمعك تتكلم في الموضوع ده لو كلمتي في تاني يبقى آخر يوم اللي كان في البيت انت فهمه ولا أم أرلا وده هيبقى أتعدهم في حياتي بجد يلا يا سليم حبا مش رامك أنا عارف أني بدي مش طائق عشتك معي من زمانك تحلم بعيشة أكبر بكتير بس أنا مش هكبرك تعيش معي بالعافية إنك ما تسوش عن ده حاجة خلاص ما تسهليش حتى إن أنا هساك بس سليم لأ سليم هيفضل عايش معي ولو حلمت يا فريال مجرد حلم تبعديه عني مش هصحيك منه فوق إيه؟ وبعدين؟ بس ما فارقش معي وركزت في مشوارك و على يدي؟ بس أنا دلوقتي فارق معي وعايز إيه؟ حقك بس بس إيه؟ تفتكر هيسبهولك بالساهل كده؟ الحكاية من حقك زي بقولتلك ومن أول جلسة كمان ده مش قضية ده لعب عيال إنما مش كل حاجة القانون والمحاكم يعني إيه؟ يعني أظن وهيرخم حبتين يرخم الله طب ما إحنا كده مش هنطول الويد ومين قالك إن أنا عايزة أطول الوالد؟ أنا عايزة أسعى أمه ألعبه لا أكتر ولا أقل ده أنا هقطعك يا ودي يا سليم أنت متعرفش عمك أشرف غالب مبيلع بلاي ستيشن مش تعرف تكسامي يا أمك الأشب أنا جول بتاعي جامد ماشي يا عم الجامد هنشوف ويوسع جامب العربة الله 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 إيه ده إيه 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 تبتعمل إيه؟ فاول أنا هقطعه عاملنك دلوقت إيوه مش هتعرف جول يا ابني لازينة تلعب جين كمان؟ لا فيه ماتش مصر وغنة ماتش مصر وغنة؟ نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحق القيوم وأعتب إليه يا أرحم الراحم يا رحمنا يا أرحم الراحم يا رحمنا يا مفرق الكرب فرق الكرب عن عبيدك يا رب النبي يا رب وحيات حبيبك النبي محمد ما تسيبش جمال إبني في محنته ما تدي له إيدك يا كريم وخدي إيده إحنا منا شغيرك نسأله يا رب أنا كل ما ببص الإسليم بقول زامبه إيه ولا الجميع زي ده يتحرم من أبوه وقبلها من أمه يعني لأب ولا أمه لما يتحرم من أمه الاثنين من اللي حيفضل له أشرف يا عمر جاي الكلام ده ربنا أديك الصحة وخليك لنا كل ده ما هي يا ابني أنا اللي حصل ده خلاني عجزت عمرين على عمرين ما كان نفسه إن أنا أقضي بيت أيامي في هدوء ومن غير مشاكل نفسه عيش متطمن لكن إزاي؟ إن كل الباب ما بيخبط ولا جرس التلفون بيرن ما بأحس إن فيه مصيبة هذي أحصل يا عمي مفيش مصايب خلاص وبإذن الله بإذن الله كل حاجة هتبقى زي الفر المهم أنا مش عايزك تحس بكده على القالة قدام سليم مش عايزين نحسس الوالد بقى أي حاجة خالص الله أنا بعمل كده يا ابني أنا بمسك نفسي قدام بحاول أضحكه ونسيه لكن إنتا ما بتشوفوشه لو ما يسعل على الأبو ويقول لي بابا ما جاش عشان يخدني ليه اللو هدنا به بسم الله ما شاء الله وأنا خايف اللي أكون فاهم حاجة لا يا عمي إحنا بقى دولنا إن إحنا نفهمه إن مفيش أي حاجة خالص أنا حتى بجرنال ما بقتش أجيبه خايف لا توع عينه على صورة الأبو ويقرى كلمة مكتوبة عليه حتى المدرسة ما بقتش أودية خايف لحد من زمايه يقوله كلمة كده ولا كده أنا مش عارف يا ابن الله مش عارف أعمل إيه ربنا عدينا منها على خير يا رب إن شاء الله خير يا عمي ما تباصي يا شوفوا الوقت بيباص إزاي بيشوت في زميلو لا يخرب بيقر اقطع اقطع سفر يا خود سفر سفر كدكم ميلا لما يشوفوا الشوت الثاني اللي على النازلة الماتش وهي حقض على بعض اللي خاطف واحدة رقاصة من زميلو واللي مرافق بيت ممثلة واللي واحدة دي مشيخ فلان يا البيضة بعيد عنك إيه يا خليف مايالك شكلك كده مش فلمين لا زي ما تقول ساعدتك يعني أنا ماليش في لعبة الكورة قوي إيه؟ إنت عارف لو سمعتك بتقول كده تاني يا خليف هعمل فيك إيه؟ هلبزك شرطة وخليك تنطق حلوان أه خليف الأمح والمزاج والناس تاكل يا خليفة تكلمة باطمع وبعدين بقى تحشش أو تشجع كرة فclipse هدل مزاجها عشان لو مزاجها هتعكنن هيموا ياكلون إحنا يا خوية خد بالك من الكلام دي يا خليف ده أهم من بينك وبين الكومي واليعبقي الايال اللي بينكو د ده ليعبالي ازاي؟ لا أعزنيش يعني هو مش ده برده اللي انت كنت جاء على شانه هو ولا مش هو يا دكتور زتون القومي بيتصرف تصرف بيتصرف صح وكل راضي عنه خد لك أجهازة خليف خد لك أجهازة عشان ترجح حاله كده وفريش وطنوله عراضه مش معلقه في الزنزانة أو بس لقوا إيه وبيهدد كمان ومش بعيد بكرة لقيت متعلق جنبه وهتشوف ساعتك أنا ما كنتش موافق على الأمر ده موافق على إيه ولا مش موافق على إيه يا بني آدم انت انت حتت بني آدم فاشل قصد يا فندم ما كنتش مقتنع مقتنع آه هو ده بقى سبب فشل تصريك الجمال مش كده لكن قولي كان يقصد إيه بإني مش محمي في إيه تحت إيه الجمال يا علي سبق وسألته وأنكر تماما يا فندم تفتكر؟ في الحقيقة ما ظنش إن جمال بالسزجة دي علشان يصرح بكل الجوة جمال بيلعب لعبة هو مش قدها طوص ده ساعتك قولي مشكلة جمال بدأت من ساعة موضوع السلاح الأخير مش كده؟ مظبوط ساعتك طب قولي بقى كده تاني إيه اللي حصل؟ مشكلة نفسية وساعتك اللي ديته الأجازة حتى بعدها أه أنا قديته الأجازة لأنه كنت فاهم إنه هو تعبال أو مرهب لكن ما كنتش عرف إن الموضوع أكبر من كده متأكد يا جمال إنه هو ده المكان؟ أكتر من كده يزهروا الحرس الحدود وده مش في مصلحته فاكر الصحراء الغربية والوعلة ربنا فيها أربعة أيام بالأليوم ودي أم تتنسي ساعتها تولد سيدي ومتشوفتوش كنت هجنن علي يا أخي وطلعت جننك على يال المهربين لما فرمتهم شكلهم وصلت ساعتها تولد سيدي ونزل وطلعت جنر وطلعت جنجة لأنها ستشوفت تلك المنوضوع إيقاً بإيقاً خلي بقى لك أشياء لها تدوس على الزرارة مش عالي المير يا وحش ما ديني مصيبة ايه دا؟ تتلاقي ابنه ولا ابن أخوه وأعلمه العيال ما صغراء ولا دي الكلب الشنطة يا جمال الشنطة بلاش علي هو ايه اللي بلاش؟ الوضع الصغر دا زنبو ايه؟ فيه يا جمال فيه اركب يا جمال ما فيش وقت اركب علي بلاش علي ايه اللي بلاش؟ كده بتعرضن الخطر قبل منهم اركب اركب يا جمال ايه اللي قلب كيانه من وقتها يا فاندو موت الودي الصباير ما عرفش ازاي فكر بالطريقة دي هما لو كانوا فتحوا الشنطة واكتشفوا الكمبيلة فيها اكيد ما كانوش هيرحمونه واضح ان جمال بدأ يفكر بقلبه ما تقلقش ساعتك انا متأكد انه شوية وحيهده بس ايه بلاش نستعمل معاه الأسليب هنشوف هنشوف يا علي هسمع كلامك المرافية بس تعمل انت حسابك ان اي غلطة تانية مش في مصلحتك ولا اذا كنت مستحملك مستحملك بس عشان خاطر حماك يا اخي انا كنت فاكر ان اللي حصل لجمال ده هيخليك تفاكر انك تبقى نمرة واحد لكن واضح واضح انك حتى ما انتش قدر تحافظ على مكانك